هاد ميتين درهم وراء قصة عظيمة ميتين درهم ميتين درهم فرقة منامر هاد ميتين درهم هي اللي وصلتنا للرتبة 94 في مؤشر الفساد وللرتبة 123 في تصنيف العالمي للتنمية البشرية هاد ميتين درهم اللي كتشوفوا فيها ولي كانت كتشري لكم قفة ديال الحم والخضراء والديسير وتشت بها الطاكسي وشيط لك الصرف والليات ما تشري لك تا ميكا ديال الخضراء فيها نصف كيلو ولا كيلو ديال الخضراء هاد ميتين درهم في الحقيقة قصة اللي فأهمها باللي هي رغم ميتين درهم ماشي عشرين درهم ما تبقاش تدينها الفعيد يال عشرين درهم هاد ميتين درهم اللي ما بقاش تشري لك حتى جوج كيلو ديال الحم للأسف ما زال كيتشربها واحد في ثمانين كيلو في الوزن إنهار لانتخابت هاد ميتين درهم اللي كانت ثقيلة ولكن تزير في البستان ديالك تحس براسك هذه الفلوس كثيرة ومطمئن ولا تخفيف أخف من الريش وكتطير أكثر من هذوك المؤثرين ديال تيك توك هال 200 درهم اللي كتغبر العام كامل وكيولي الوصول إليها أصعب حتى من الوصول إلى كاس العالم كاتبان فجأة وبشكل مكثب ومتواصل أيام الانتخابات ويصبح الوصول إليها سهل المنال هال 200 درهم أو الزرقالاف كما كيسموها المغاربة هي للأسف اللي وصلت الشوارع ديالنا والزناقي ديالنا والوضع اللي نحن فيه إلى ما نحن فيه وأنتم ما كتشوفوا طبعا والشواهد كثيرة هال 200 درهم وكان نكررها وكان عاود نكررها هي اللي وصلت هذوك الرؤساء المتابعين بالفساد لكراسي الرئاسة وخلاتهم يعيثون في الأرض فسادا هال 200 درهم شوفوا فيها بزاعة باشتاقل عليها تقدر تشريبها واحد من عظيم طمير تشريبها مواطن مغلوب على أمره لكن ما تقدرش تشريبها شرفا هذا الوطن والناس اللي كيحبوا هذا الوطن وبالمناسبة اللي كنتكلم عن الشرفاء كنقول على أنه اليوم نحن محتاجين له لأنه إنما وليت وجهك فتم حديث عن الفساد في جميع المجالات وفي حقيقة اليومتية محتاجين للشرفاء هذو الوطن باش يديروا معنا لي ويتعاونوا مع قاعدة الغيورين على هذو البلاد هذي باش نقضوها من مجموعة من المطرب بيصين بها سواء في الداخل هذو الذي يعيثنا في الأرض فسادا أو في الأعداد ديالنا الخارجية نحن اليومتية كمغاربة كنقولها وكنأكدها محتاجين إلى وقفة ومحتاجين للوحد النقد الذاتي حقيقي ومحتاجين للطرح سؤال واحد أشبغين والفين غاديين بغيت نتكلم ونقول على أنه اليوماتية وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي اللي كنعيشوه ونحن مقبلين على مجموعة من الالتزامات اللي غادي تثقل لنا الكاهل ديال الأسر المغربية واللي ما تلاتها دميتين درهم ساوية في هاتش حاجة مقبلين على العيد الكبير مقبلين على العطلة الصيفية مقبلين على الدخول المدرسي وهذه كلهم رهانات كينتظروا المغاربة وللأسف الشديد من اللي كنا سمعوا العضرة ديال الحكومة كنا سمعوا تتكلمنا على الوفرة وفرة الخضر وفرة الأغنام وفرة كذا وفرة كذا أنا بغيت نطرح سؤال واحد مزيانة الوفرة تكون مزيانة الخير موجود الحمد لله ولكن واش هذه موجودة المواطن رعنا عنده التارية المواطن ما كشي الوفرة اللي هي الإشكال دياله المواطن الإشكال دياله واش غادي يدخل السوق وغادي يشري بحسناته كما كنقوله بالحسانية باش غادي يشري هذا رعا ما كيناش وإذا كين رعا تبخرات وإذا كتكون الدور ديال 20 درم وديال 10 درم المواطن اللي يوماتية خاصوا تدخل حقيقي مش نقبل قدرة الشرائية للمواطنين نحن اللي كنتكلموا معاكم اليوماتية وكنتاموا الطبقة متوسطة رعا والله العظيم يلا كنقوله وكنأكدها رعا واصلا فينا العظام رعا واللي نمتضاربين مع الحياة اليومية واللي نمتضاربين مع الفاتورات ديال المواطن اللي كتوصلت لالفين درم الف قطرية درم وما كتفهم بش حالاش واللي نمتضاربين مع مجوعة من رهانات وغا نفتح قوس وكنقول خادي اللي كاي اللي قل لي أنت برلماني وانت سياسي وكنتتكلم عن هذا الشيء قد نقول له ديالي أنا برلماني وسياسي ولكن رغمش أغلب السياسيين أغنية وغش أغلب السياسيين مفسدين أنا برلماني ولكن أنا أستاذ جامعي وعاني كما كان عنه الغربة وكنقول وكنأكد عايشي بالكفاف والعفا والغينة عن الناس ولكن نحن بحلها كفا ما بالو كل مواطن الذي لا دخل له ما بالو كل مواطن الذي لا يتجاوز ودخله 2000 درم 3000 درم 4000 درم و5000 درم وكاربها ومقرر أولاده في الوقت اللي المواطنين اللي يوماتيهم ما كيتمتعوش بسحة جيدة الحق الحق المستشفيات العمومية حق الولوج المدارس العمومية شوفين وصلات المستشفيات العمومية والمدارس العمومية ديالنا تقول يوم كل شيء نتاجه للخاص وكيتضرب لعلوق باش يقرر أولاده أحسن قرية في الوقت اللي للأسف الشديد في الدول اللي كان اعتبروا نحنا قدوة لنا الخاص قا ما كينش كي اعتبر من نسبة لهم لا شيء لأنهم علاش كي قولوا مؤسسات العمومية ديالهم كي قول مدارس العمومية ديالهم كي قول مستشفيات العمومية ديالهم والناس ديالهم كانت تمتعوا تقضية صحة حقيقية اليوماتية والله العظيم اللي كانت تكلم وكانت تكلم بكل أسى وبكل حرقة على هذه البلاد هذا وعلى هذه الوطن هذا وعلى فقراء هذا الوطن هذا وعلى الناس اللي غاد يعانوا في هذه الأزمة هذه الحقيقية وإحنا مقبلين على عيد الأضحى والحكومة تتكلم عن الوفرة لالرؤوس الأغناء أي كاينة ولكن مشي تشلال بسبعين عورو وتمعليك لتلاف درهم هناك لتلاف هناك لتلاف هناك لتلاف هناك لتطرح السؤال وإلا في خاصة تكلموا الحقيقة وللحديث بقية تحياتي لكم السلام عليكم